اهلا بكم مشاهدين الى مجهز الاخبار تفيا واصيب 37 مواطنا جراء سيول الامطار الغزيرة والانهيارات في مديرية وصاب السافل بمحافظة دمار بعد ايام من وفاة واصابة العشرات في حادثة مماثلة بمديرية ملحام في المحويت واعلنت ميليشيا الحوث التي تسيطر على المحافظة السيول في عزلة بني موسى الجرف ادت الى وفاة 27 شخصا واصابة ثمانية اخرين وفقدان شخصين اوضحت ان السيول تسببت في تهدم 15 منزلا في قرية الجرف واضرار في ثمانية منازل بعزلة وادي الاخشب وجرف اربع سيارات ودراجتين ناريتين ومحل تجاري قتل واصيب اكثر من عشرين مواطنا جراء انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي بمديرية المنصورة في محافظة عدن ذكرت وزارة الصحة تسجيل ذكرت انها سجلت ثلاث وفيات في حصيلة اولية فيما اكد مصدر طبي ان مستشفى طباب لا حدود لوكالة الانضول اكد ان جثث خمسة متوفين وصلت الى المستشفى وكانت شرطة عدن اعلنت في وقت سابق اصابت ثمانية عشر شخصا جراء الحادثة بعضهم جراحهم خطرة دون الكشف عن اسباب الحادثة في الاثناء وجه رئيس الحكومة احمد بن مبارك باجراء تحقيق عاجل في اسباب الانفجار بمحطة غاز المنصورة في عدن ووضع خطة طوارئ وتدابير وقائية لتفادي اي حوادث مماثلة اصدر خلال معاينة اثار الانفجار توجيهة بمتابعة حالة المصابين وتقديم العناية اللازمة لهم مواجهة في الوقت ذاته باجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الاحياء السكنية وشدد على ضرورة التحقيق مع المخالفين ومخاصفتهم على عدم التقيد بمعايير السلام المهنية ومعاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصريح مخالفة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نصاروخين انفجر على مقربة من سفينة تبعد 130 ميلا بحريا شرقي عدن بعد ساعات من رصد مواطنين إطلاق الحوتيين الصاروخين من قمة جبل ثرة شمل أبيا باتجاه البحر وذكرت الهيئة في مذكرة أن إفراد طاقم السفينة سالمون وأن السفينة تبحر نحو ميناء التوقف التالي دون الإشارة إلى أضرار قد تكون تعرضت لها وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادثة داعية السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قالت اليونان في رسالة وزعتها وكالة تابعة للأمم المتحدة أن تسرب النفطيا محتملا بطول أكثر من ميلين بحريين رصد في منطقة مطابقة لموقع نقل سونيون في البحر الأحمر وأوضحت اليونان أن هذه المعلومة مستندة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية مساء يوم الخميس وحصلت عليها وكالة السلامة البحرية الأوروبية من جهة أخرى قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية لرويترز أن تسرب المحتمل مصدره محرك السفينة وليس شحنة النفط على متنها بهذا المشاهدين انتهى الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة